ترجمة نانسي قنقر لفتة كريمة من قبل جلالة الملك المفدى يده الله الذي يولي اهتماما كبيرا بجميع مكونات وفئات الشعب هم من رافقوا المسيرة الديمقراطية من وهلاتها الأولى وآمنوا بفكرة الإصلاح والمشاركة السياسية هم الذين حملوا الأمانة بأكتافهم ونقلوها لمن بعدهم كبار بالإدراك والفهم لمفهوم المشاركة في صنع القرار قبل الكبر بالسن أمهات هذا الوطن واباؤه الذين ما بخلوا بالوقت والجهد من أجل رفعة وسمو وطنهم حتى مع تقدمهم في العمر ونشكر كافة مؤسسات الدولة المعنية التي قامت بإعداء منقطع النظير في إنجاح العملية الانتخابية بنتائجها الباهرة والمفرحة والتي شهدت مشاركات فردية أسعدتنا سعادة بالقة كتصويت المتقدمين في العمر من المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم الماء تعامل وأعانهم الله على تلبية واجبهم بروحهم الوطنية الشابة شاكرين لهم هذا الحرص المعبر عن إرادتهم الصلبة فجاءت مشاركتهم خير نموذج لالتزام المواطن البحريني في إدارة شأن وطنه ويسعدنا بهذه المناسبة أن نمنحهم مسام البحرين كاعتراف وتقدير من هذا الجيل إلى ذاك الجيل العظيم شاكرين تواجدهم معنا اليوم ولهم منا جميعا كل الشكر والتحية والتقدير لفتة ملكية كريمة تقديرا وعرفانا لمكانة كبار السن ودورهم في بناء وازدهار البحرين كما أنها تعكس الاهتمام البالغ والرعاية المستمرة من جلالته للمسنين الذين حرصوا على المشاركة وكانوا أول الحاضرين لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وهو الأمر الذي عكس ما يتمتع به البحرينيون من نضج ووعي كبيرين وأن الحق الدستوري يمارسه الجميع دون استثناء مهما بلغ من العمر وإنما يدل أيضا على رسوخ التجربة ومتانتها والشعور بأهميتها لدى الرعي للأول إن تكريم جلالة العهل المفدى رعاه الله للمشاركين في التصويت من تعدت أعمارهم المئة عام يحسبه شعب البحرين تكريما لهم باعتبارهم القدوة الصالحة النافعة الذين ترعرعت التجربة الديمقراطية في كنفهم والتي يعود لها الفضل في دعم مسيرة الإصلاح الشاملة التي ينعم بثمارها اليوم شعب البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر